عملوا النادي الاهلي مش بس الاهداف الحسيمة اللي بتجيب البطلات ودي معانا طبعا ده الهدف يمكن هدف رائع جدا من محمد شريف لأفشا اللي عملها وان يعني وان توتش بشكل اكتر من رائع طبعا رجعت لي بيرسو تاو وخلينا نقف عند الحتة داية لان مهم جدا دور بيرسو تاو اللي في اعتقاد شخصي مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي تحركات ولا اروع من اللعيبة المميزة سرعات هيلة بالكرة من غير كرة تمركز اكتر من رائع وكمان لما نشوف التصرف في الكرة الزيتية تصرف فعلا تصرف لعيب كبير ده بتتكلم في الدقاءة الاخيرة ممكن يكون فيه فيه بانيك للعيبة عايزة تصرف بطريقة عشوائية او بطريقة سريعة لكن تاو بصراحة تصرف بشكل اكتر من رائع نمشي تصورة معنا وموقف كمان طهر محمد طهر يعني زي ما بقولك الفنت اللي عمله تاو دوت اعتقد 70-80% من الهدف كمان مع وجود محمد طهر في البوزيشن وطهر كمان يعني كان هادي جدا على الكرة زي ما بقولك محمد من يعني طهر محمد طهر كان هادي على الكرة وفتح لنفسه زاوية للتزديد ويسجل اعتقادي هدف اكتر من رائع من شريف لأفشة لتاو لطهر محمد طهر جون رائع في توقيت صعب جدا جدا طبعا اللعبة من بدايتها من شريف والعرضية لأفشة ثم لبيرستاو عايز اقول لحضرتك كابتناني هو زي ما انت قلت 70-80% من الهدف هو بيرستاو لو اي لعب تاني كان ممكن يشوتها صحيح كان ممكن تيجي في الشبكة من برا طبعا يعني ويقول انا عملت اللي عليها ولكن الهدوء الرزينة في وقت حاسم ده بيدل على قيمة اللعب قيمة اللعب هنا انه هو لما ويفع الكرة الرؤية بقت اوضح بصاها بكل ارتياحية لطهر حتى طهر كمان ما شردش على طول بكل هدوء اعطاها برجله الشمال وده قيمة برضو اللعب اللي قدر يلعب باليمين بالشمال في البوكس في المنطقة ديك هدف ملعوب ملعوب هو يعني عوض تقريبا لما شفنا سبعين في المية استحواز مقابل تلاتين في المية بدون اي خطورة او شراسة هجومية ولكن هذا الهدف هو ده الشراسة الهجومية هو ده اللعبة الهجومية الوحيدة طب خلينا نتكلم على الشراسة الهجومية ونبدأ من اول المباراة وانت زي ما انت قلت كان البداية كان فيها توطر شوية بسبب طبعا غياب في اللحظات الاخيرة عامر السولية وشفت ازاي البداية وشفت ازاي النهاية لان هي داية الفرق معنا وخاصة انا كنت بشيد طبعا بالجهاز الفني في عملية التغييرات السريعة ما بين شرطان المباراة طبعا هو الارتباك اللي حصل في البداية كان بسبب طبعا الاصابة لعامر السولية انا كان عندي تعقيب صغير في بداية المباراة يعني كنت شايف ان بيتس موسيوماني ما كانش المفروض يعاول على الخماسي او السوداسي منتخب مصر للاجهاد يعني عامر السولية من اكثر عيمة حمدي فتحي نفس الكلام ايمن اشرف افشا شريف ايضا ولكن هو نقدر نقول هو اعتمد عليهم هو كان محتاج طبعا السقة ان هو يعيد السقة للاعبين تاني ولكن الوقت كان قصير جدا نقدر نقول ان اصابة عامر السولية انا معاك في الجزء الاولانية برضو لكن خلي بالك كلها اوراق ربحة وكلها عناصر مهمة جدا عميدة مؤسرة بشكل كبير جدا يمكن على مستوى يمكن غياب عامر السولية طبعا للاصابة كان بعض الناس بتقول لا كان ممكن جدا نعود واحد نص الملعب بدل منلعب تاني بسلاسة في خط الدار ولكن الاهم العودة تاني الشكل الايجابي ما بين الشوتين لان التغييرات كان ليها عامل مهم جدا طبعا الارتباك اللي حصل بسبب اصابة عامر السولية اللي له دور كبير جدا في الارتكاز والربط ما بين الدفاع والهجوم عامر السولية بحساسية الليدر الكابتن الكابتان اللي بيكود الفريق كله طبعا بداية الشوت الاولاني كان فيه ارتباك عدم تركيز دايما كان اللعبة على الارضيات كل الاتجاه طبعا تلاتة اربعة تلاتة دي الخطة اللي بدأ بها ودائما طبعا بيلعب بها كمسيماني ما كانتش هي الافضل طبعا في البداية في ظل هذه التغيرات اللي حصلت كان كل اللعب من ناحية علي معلوم ناحية الشمال كان فيها عضيات كتيرة كابتن هاني رغم عدم وجودنا جوه التمنتاشر ما فيش سترايكر صريح جوه التمنتاشر بس اللي يحسب كمان انا باتفق معك اللي يحسب كمان ان مهم جدا انك ككوتش تقرى المباراة من برا الخطوة ده اللي عمله في شوت الثاني صحيح الشوت الثاني عدى خمس دقائق بدأ ان هو يعيد حساباته ويحط النقط على الحروف وده اللي انا سميت مسلماني العبطاري بجد لان هو بتغييراته السريعة في فرق يا كابتن يعني احنا ممكن كجمهور التايمينج زيب التايمينج ده مهم جدا اهم حاجة التايمينج احنا ممكن نبعدين متوقعين حينزل محمد شليف دلوقتي لا احمد عبدالقادر لا ولكن التايمينج المناسب التاكتكس اللي غير بيها طريقة اللعب امبارح لعب اربعة تلاتة اربعة اتنين واحد وده اللي ساعدت الفريق بشكل كبير التغيير الاولاني بنزول محمد شريف ثم طبعا عبدالقادر ثم طاهر في النهاية غير شكل الفريق طبعا ادى الاستحواز الأكبر لنا طبعا ما كانش فيه الحتة الشراسة الهجومية زي ما قلنا ولكن احنا كنا مسيطرين مسكين الكرة بشكل كبير شفت اكرم بدأ يلتزم راح هناك بيرسيتاو في ناحية اليمين وده بيلعب عليه بشكل كبير لان الرجال كان بيستني الهجمة المرتدة فبالتالي شفنا ديانج عمل ربط حمد فتح تأخر قفل الحتة القلب الدفاع مع ديانج بدأ يكمل ويروح ويجي بعد كده شفنا الهجمات نزول أفشا وان هو يقرب من معلول بات إيجابية بشكل أكبر لحد الهدف الهدف ملعوب بطريقة تاكتكية فنية عالية جدا مش صدفة الهدف ده ليس محد الصدفة لأ تلعب بطريقة ممتازة زي ما شرحنا زي ما حدثتك عرضت الهدف دلوقتي بلس تسعين الروح والتكملة لحد آخر ثانية أنا شايف أن موسماني بتغييراته بالتاكتكس اللي حصلت في الملعب بوجود أكرم اللعب الرجولة العالي اللي عمله مبارح خصوصا في الشوط الأولاني أنا أتفق معك في كل اللي قلت